واضح كده ان الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع ترند العلاقات الزوجية والشخصية لان تاني ترند معنا النهاردة هو القصة اللي قلبت السوشيال ميديا بخصوص رجوع الفنانة شرين عبدالوهاب لطالقها الفنان حسام حبيب الاشاعة دي طلعت من عند منتج مشهور مش حابين ان احنا نقول اسمه بس خلونا نقول انه صديق مقرب من شرين والمنتج ده قال انه كلم شرين عبدالوهاب ولقى حسام بيرد عليه وبعدها شرين كلمته وقالت له انه هم رجعوا المهمة بعد تصريحات المنتج المشهور دي ناس كتير قوي قاعدوا ينقلوا المعلومة وخصوصا انها جاي عن طريق مصدر مقرب من شرين ولكن المفاجأة ان شرين طلعت ونفت الكلام ده من خلال بيان نشارته على صفحتها على تويتر وقالت فيه ان كل اللي طلع ده كلام غلط وانها مش هتسمح لاي حد انه يدخل في حياتها الشخصية وانها مركزة في فنها وفي اغانيها وانها هتتخذ كل الاجراءات القانونية ضد الناس اللي بيروجه للاشعاعات دي وفعلا المستشار حسام لطفي محامي شرين طلع وقال في بيان صحفي لي انه هيبدأ ياخد الاجراءات القانونية ضد المنتج المشهور اللي روج الاشعاع دي وفي نفس الوقت والد حسام حبيبي قال ان شرين وحسام ما رجعوش لبعض وانهم ما اتصلحوا سوى وانهم رجعوا كأصدقاء وبيخرجوا وبيتكلموا مع بعض وبياخدوا رأي بعض كمان كأصدقاء وليس كأزواج وقال كمان انه نصح ابنه ان ياخد هدنة من الموضوع في الوقت الحالي